الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده من الناس من يعتقد أن أذان صلاة المغرب في رمضان هو بداية لحل المحرمات يا أخي لا إذا أذن المغرب في رمضان فالذي ابتدأ حله هو الطعام والشراب والنكاح أما رؤية المحرمات أما معاقرتها فلا زالت حرمتها متأكدة ولذلك بعض الناس في الليل يهدم ما بناه في النهار ما جمع في النهار من التقوى يجعله هباء منثورا بالليل تزني عينه يزني لسانه تزني أذنه ولذلك يا من يريد صياما يوصل للتقوى ويريد من الصيام أن يكون به أزكى فعليك بصيام الليل صيام الجوارح كن في الليل واشرب واطعم أما ما سوى ذلك فابقى على هذا الإيمان العالي ولذلك نشكو إلى الله شياطين الإنس الذين ما صفدوا في رمضان صفدت شياطين الجن أما الإنس فينشطون جعلوا ليل رمضان حمى تقنية تحرق الفطر وتهدم الإيمان وتلوث النفوس وتزني العيون والآذان والبعض لا يصل إلى صلاة الفجر في يوم الصيام من اليوم القادم إلا وقد هدم كل بناء من الإيمان التقوى ها هنا وها هنا القلب فحتى تحفظ القلب أيها المبارك من أن لا يصل إليه سموم النظر المحرم ولا سموم السماع المحرم فعليك في الليل بمتابعة صيام الجوارح حتى يبقى الإيمان تقوى وحتى تصل في يوم العيد إلى يوم به فرحة لا يوم تهدم فيه الطاعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر